توسع كبير للمساحات المخصصة لزراعة الفراولة بتيبازا في سنوات الأخيرة ما جعلها من بين الولايات الرائدة على المستوى الوطني في إنتاج أنواع عديدة أغلبها من إسبانيا وإيطاليا نوعية الطربة تقيمة زراعية حسنة وعندها طبع المناخ الساحلي كل هذا أعطى تزايد في المساحة في سنة 2010 المساحة المغروسة فيما يخص الفراولة كانت تتروح ما بين 60 و70 أكتار والسنة هذه 2017 إن شاء الله بربي الهدف المسطرة تعناه هو أكثر من 370 أكتار الكثير من منتجي الفراولة بتيبازا أبرموا شركات مع فلاحين من أصحاب عقود الامتياز وقد تمكنوا من التحكم في المسار التقني لهذا المنطوش من حيث استعمال الأسمدة والسقي بالتقدير برنا عقد شركة مع أصحاب العقود الامتياز رانا نستمروا كما راكم تشوفوا في الفراولة الحمد لله رأينا حوالي 8 أكتارات فراولة هنا 30 عامل معنا يومي رانا نحوز كيفاش الشركة هذه تكون عندنا حقوق في الامتياز منتوج تعنات على ولاية تيبازا أو يروح في عدة ولايات منها تلمسان وغران مستغالم وعندنا هنا الجزائر في السنة الماضية على مستوى ولاية تيبازا قمنا بعمل تصدير هذا المنتوج نحو بلد قطر وهذه السنة كان فيها طلبات كثيرة من الدول الخليجية في السنة الماضية بلغ منتوج ولاية تيبازا من الفراولة 80 ألف قنطار فيما تتوقع المصالح الفلاحية أن يفوق منتوج هذه السنة 90 ألف قنطار